السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات صومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد وزاي ما انتو شايفين النهاردة هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي طبعا الفوزدق اسعاره عالية جدا 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 يا جماعة فطبعا ده الفوزدق المضروب او الفوزدق اللي بتستخدمه المحلات بتاع الحلواني هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان موفرة جدا علشان خاطر الفوزدق اسعاره عالية وتلتميات ورباميات وحاجات غريب بسهولة وببساطة وانتو شايفين شكله اهو مش هتفرقوه عن طبيعي خالص معايا اول حاجة ايه معايا كده زاي ما انتو شايفين تقريبا ربع كيلو من السوداني السوداني الفولد السوداني العازي جدا انا جايباني واديتو طحميصة خفيفة قوي بحيس ان بس الاشرة تقطق اه في الفرن عندي معايا كمان لون اخضر اللي هي الالوان الصحية الالوان الجل دي ومعايا كمان نقطتين مية كده زاي ما انتو شايفين تقريبا معلقة كبيرة معلقتين حاجة كده تمام اه هبتدي بقى اعمل ايه هناخد كده كم نقطة من اللون الاخضر ونحطهم في المية وندوبهم كويس قوي طبعا هي في حاجة نقصة بس للأسف انا لفت عليها عندي كتير جدا وملقتهاش اه اللي هي روح الفوزدق الطعم ده او النكهة دي بتبقى ازازة صغيرة جدا كده بثنين جنيه بثلاثة جنيه يعني اه بعد ما دوبناهم كده زاي ما انتو شايفين هبتدي بقى انزل بقى ان انا ملقتهاش عندي فقررت ان انا اعمله معاكو بس هقولكو المعلومة فوزت الفيديو ان انتو لو لقيتوه في اي محل اعتارة عندكو اه هتلاقوه في الاعتارة كبيرة او ممكن تسألي عليه اه تقولهم عايزة روح فوزدق او ريحة او نكهة الفوزدق ازازة صغيرة قوي كده بثلاثة جنيه تقريبا هتبتدي ان انتو تضفيها مع اللون زي ما انتو شايفة كده وتبتدي ان انتو تقلبهم كويس قوي بعد ما هقلبهم وهتأكد ان كل السوداني بتاعي اتقلب كويس وشرب من اللون هبتدي كده ان انا جيب صاج اللي هو بتاع الفرن الصغير ده وهنزلهم كده في قلب الصاج طبعا زي ما انتو شايفين الكمية صغيرة ممكن انت بقى حبت تعملي كمية كبيرة وتخزينها عندك يعني لأي حلويات او كده ممكن تعملي كمية اكبر وطبعا اللون اللون كده مش كتير ولا حاجة بس علشان خاطر هو لما بيدخل الفرن اللون كمان بيفتح اكتر يعني بيفتح اكتر من كده فانا هبتدي ان انا دخله الفرن تقريبا بالضبط خمس دقايق وطبعا عينينا تبقى عليه علشان ممكن يتحرق بسهولة جدا زي ماكت شايفين كده اتحمص شايفين كده اتحمص خالص اهو وخرج من فرن هيبتدي بقى سيبه يبرد علشان ان الجروشه مع بعض عشان خاطر مايعجنش مننا لو عملناه وسخن فانا هسيبه يبرد خالص كده بعد ما برد هبétaisي ان انا جيب الكبة الكبة اللي هي بتاعت الجرش يا جمع مش بتاعت الطحن الكبة اللي هي فيها حاجات كده زي خروم كده بدية بتاعت الجرش اللي هي الحاجات دى السوداني والمكسرات والحاجات دي. ما انا هبتدي انازل كمية كده ونجرشها كده مع بعض على طول. نقفل كده. طبعا هو ما كلفناش كده يا جماعة اي حاجة من التكلفة الاصلي بتاعته. دي بقى خير وبركة يعني انتم كده يبقى انتم كده عملتوا بجد في اصدق آآ ريحة وشكل بالزبط شبه الحقيقي. نبتدي بقى نضرب وزي ما انتم شايفين باوريكوا بضرب ازاي انا بضرب تكة وارجع تاني بضرب تكة وارجع تاني علشان خاطر انا مش عايزة يعجن ومش عايزة يبقى معايا عجينة. فبتكة وارجع تاني دي علشان خاطر يبقى مجروش كده زي ما انتم شايفين شايفين بقى مجروش كده ومش بدرة. وهو ده اللي انا عايزة بالزبط. هبتدي ان انا اخلص كل الكمية وأورهه لكم. شايفين بقى شكله? تحفة يا جماعة وبالزبط بالزبط نفس الشكل بتاع الفوزدق الطبيعي. آآ وكمان آآ هينفعنا. وكمان آآ مش غالي. وبكده الفيديو بتاعي النهاردة يكون انتهى. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة كان سهل وبسيط وخفيف على قلوبكو. ويكون عجبكو. ولو عجبكو الفيديو بتاعي بقى النهاردة لايك وشير وسابسكرايب وهستنى تعليقكم الجميل تقولي ايه رأيكم في النصباية اللي انا عملتها دي. آآ وآخر حاجة ولها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة